وقبيل زيارة الرئيسي إلى فرنسا تحدث يونخ جيون وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني في مقابلة حصرية مع مجموعة صيني للأعلام عن السبب الرئيسي وراء التطور السريع للتعاون التكنولوجي الصيني الفرنسي أولاً، الصين وفرنسا هم العنبان الرئيسيين في الإبكار العالمي وموجهة تعديات العالمية يسترق البلدان في الإيمان بأن العلم لا يعترف بالحدود ويدعون إلى تعاون علمين دولين مفتوغين وعادلين وغير تمييزين ثانياً، لسياساتنا تأثير كبيرة تدعم صين البلدكار التكنولوجيا والتنمية التنائية من خلال خمس خطوة الرئيسية للأعلوم والتكنولوجيا بينما ترفع فرنسا النموة الكسدية من خلال مبادرات مثل خطوة الإسماري فرنسا 2030 لديهم أهداف وإتجاه مماثل في الأعلوم والتكنولوجيا ثالثاً، لدى البلدان نقاط قوة تكملية تتمتع فرنسا بتقليد طويل الأمد من الإبداع التكنولوجي في حين تشهد صين النموة مستمرة في قدرات الإبتكار ويغتال كلا البلدان مرتبة عالية في مؤشر الإبتكار العالمي الذي تنشره المنظمة العالمية للملكية الفكرية مما يدل على قوة مماثلة في الإبداع والإبتكار الرابعة، هناك إتصال قوي بين الشابين البلدين في عام 2017، أتنقض برنامج تبادل الألماء الشباب السنين الفرنسيين المتميزين في عام 2023، شهد الرئيسيين شي جينبين وإيمان مكرون إنشاء برنامج تبادل الشركاء الأبحاث السنين الفرنسي ترجمة نانسي قنقر